اشتركوا في القناة دور الميسر لهذا اللقاء كذلك وكما ذكرت سابقا فإن هذا البنامج سنعقد باللغة الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية ومن أجل اختيار اللغة المفضلة لديك رجعا أن تنقر على خاصية الترجمة الفورية في قائمة الزوم على اللابتوب موجودة في أسفل شاشة الزوم إذا كنت تستخدم الهاتف عليك أن تنقر على خاصية مور وتأتي بك إلى خاصية الترجمة الفورية وأيضا ستراها في أسفل الشاشة ومركز أفريقيا أيضا يمكن أن يساعدكم في إجابة على أي أسئلة لديكم عبر خانة الدردشة وقبل أن نبدأ اللقاء الثاني لنا اسمحوا لي أن أشارككم بعد الدروس التي خرجنا بها من اللقاء الأول واللقاء فيما تعلق بمراجعة الإنفاق العام وأحد الأشياء التي خرجنا بها هو أن أن نفهم حالة هذا الإنفاق في أفريقيا وقد تتفقون معي أن زميلي تحدث عن هذه المشكلة وما يحدث في قطاع الأمن تحديدا في أفريقيا ورغم أن هناك تفاوت وتنوع في قطاع الأمن في أفريقيا وإنما الإنفاق العام زاد ومستمر في الزيادة وأيضا وهناك بعض الدول أوضحت انخفاض الحقيقة في الإنفاق العسكري والأمني ورغم هذا الإنفاق في أفريقيا فإن المواطن ماذا لا يشعر أن مستوى الأمن القومي والسلامة الخاصة لم تتحسن على الإطلاق بالعكس قد تكون قد تضهورت وفقا لمؤشر إبراهيم للحوكمة ومخرجات الإنفاق فيما يتعلق بالأمن القومي وسلامة المواطن تثير إسئلة عديدة عن ما هي أسباب للإنفاق العام والأسباب لذلك وأيضا والعلاقة ما بين مستوى المعيشة والإنفاق من ناحية أخرى وسؤال الحقيقي هو هل المستوى الحالي للإنفاق الأمني مبرر أم لا بالتالي وبالتالي وأن هذه الدول لديها تهدي إرداتها الأمنية بطبيعة الحال ولكن كل دول أعضاء التحدي الأفريقي كل دول تقوم أيضا بالتزام على مستوى الأمم المتحدة أن تتسم بالشفافية تجاه مواطنيها وأيضا وتكون فعالة ومؤثرة وفي عام هذا العام 2021 دولة أفريقية واحدة فقط رفعت تقريرها عن إنفاقها للأمم المتحدة في عام 2020 لم يكن هناك أي تقرير من أي دولة أفريقية عن ما تنفقه وأينما مهما كان مستوى الإنفاق وهل يتم تبرير من قبل التهديدات الأمنية والاستخباراتية وبعض الدول تبرر إنفاقها بسبب التهديدات الوجودية التي تواجهها كدولة ومهما كان فإن التهديدات التي تواجهها أفريقيا اليوم هي تهديدات داخلية أكثرها وبما فيها العجز في ميزانية وأيضا والسؤال هو هل الدولة تقوم بتحديد أولوياتها فيما يتعلق بالتهديدات التي تواجهها البعد الثاني هو القيمة المضافة والفرص كذلك عندما نتحدث على المحور المهم ما بين التنمية والأمن والعدالة هل يمكن أن نحقق الأمن بدون تنمية والعكس فعلى سابق المثال نقدر أن خمسين في المائة أو خمسة في المائة من نتج إجمال محلي مخصص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والمتعلق بتحقيق هذه الأهداف عام عشرين وثلاثين اعتبرات أخرى لتبرير هذا الإنفاق أيضا هل هذا يقوده سياسات عامة واستراتيجيات موجودة لماذا معظم الدول الأفريقية ليس لديها مثل هذه الاستراتيجيات مكتوبة أم لا والسياسات تكون سرية وتنفذ دون انخراط المواطنيها وتساهم في زيادة ثقة المواطن في مؤسساته والسؤال الأساسي من هذا اللقاء أولا ما هو الأهم أمن الدولة أم أمن المواطن وفي مناقشتنا المبدئية الفرعية قلنا أن كان هناك نقاش أن هناك نحتاج إلى مزيد من انفاقنا نواجه هذه التهديدات ومنها الإرهاب وبقاء الدولة على قيد الحياة وبالتالي هل هذا الاسلوب هو يتمحور حول الدولة في ذلك وحتى في هذه المرحلة الجديدة وعندما ننظر في مرة ثانية هنا نقارن ما بين الدولة والمواطن والتهديدات فالمواطن لابد من التركيز على أمن المواطن ليس بأمن الدولة مقارنة بالتهديدات التي نجحها في أفريقيا وبالتالي حيث يبدأ ويبدأ أن يكون هناك السياسات وستراتيجيات تستهدف المواطن وتركز على المواطن والإنفاق الأمني في أفريقيا لابد أن يأخذه هذا الاتجاه وأيضا وخاصة عندما ننظر في ما هي الخدمات العامة المقدمة وأحد المفاهيم التي ودي أن شريككم فيها والتي خرجنا بها من اللقاء الأول هو ما هي مراجعة الإنفاق العام مقارنة بالإنفاق الأمني والذي اختصاره P.E.R هو وسيلة لإبلاغ حكومة من خلال عدسات الإنفاق العام كيف تطوير قطاع الأمني لتقديم خدمة الأمن بشكل أفضل وهي أداة وهو مراجعة وتطقيق مؤسساتي للقطاع الأمني وإدارة هيكلة القطاع الأمني ما هنهم اللاعبين الأساسيين على مستوى اللواحة التنظمية والسياسات والاستراتيجيات وعلاقتها بالاقتصاد الكل وهي كيف تؤثر أيضا على تخصيص الموارد لذلك وبالشكل المتوازي أيضا تتطرق إلى سؤال هل القطاع الأمني لديه مصادر موارد مستدامة ومناسبة وأيضا وهل نحتاج إلى مصادر موارد إضافية نتيجة عنف أو أسباب أخرى وهناك تبرير للحصول على موارد إضافية في الميزانية ولابد من تحديث القطاع الأمني في النهاية لتوفير الأمن للمواطن وللدولة وأيضا تحليل عميق أيضا لهذه ما هي المقايدة لمواجهة أيضا وتوفير الموارد المصادر القطاع الأمني كذلك وأيضا وما هي الأنشطة الأخرى لعدد بناء الدولة اكتصاديا وسياسيا وأخيرا نتطرق إلى طرق للإدارة المالية للقطاع الأمني لأن هذا يعكس شرعية الدولة داخليا وخارجيا وأيضا وخدمات الخدمات المقدمة هو دور أساسي للدولة والمتوقع من كل مواطن أن يحصل عليها وأن يتكون الدولة محل المسائل أمام مواطنها هذه بعض الدروس التي خرجنا بها من اللقاء الأول وقبل أن أطلب من متحدثي هذا اللقاء أن يتحدثوا معنا أسمح لي أن أشارككم بعض قواعد الخاصة باستخدام هذه المنصة سيكون لدينا جلسة عامة ثم لدينا مع جمع متحدثين ثم هناك جلسة فرعية مع المشاركين وكما ذكرت سابقا أن الفيديو والصوت رجاء أن يكون مغلاقين خلال اللقاء ولكن هناك جزئية خاصة بطرح الأسئلة يمكن استخدام خاصية طرح السؤال باستخدام الخاصية على زوم وعندما تود أن تتحدث يمكن أن تفتح الميكروفون الخاص بك وبعد الحديث رجاء أن غلق الميكروفون وأيضا يمكن أن تحاولوا أن تقوموا بالتسجيل أو تكتب الأسئلة الخاصة بكم خلال مناقشاتنا خلال اللقاء العام أو بعدها وسنأخذ الأسئلة باللغات الفرنسية والبرتغالية والعربية بحيث يمكن للمتحدثين مع أن يجيبوا على هذه الأسئلة وكما قلنا لدينا فريق الدعم الفني معنا في المركز يمكن أن يساعدكم إذا كان هناك أي مشكلة فنية وللتأكد من إجابة على أسئلتكم رجاء عدم تجهيل هذا البنامج حيث نحن نقوم بتجهيل هذا اللقاء وسنقوم بتقديمه على موقعنا متاح لكم وإن فقرة الأجوبة والأسئلة لهذا اللقاء والمناقشة الفراهية هي ليست مسجلة وحين نحن نشجعكم على متابعة هذا اللقاء رجاء عدم الإسناد لأي تعليق أو أي حديث لأي شخص والآن اسمحوا لي أن ننتقل إذن إلى هذا اللقاء الثاني اللقاء الثاني هو متعلق ببناء الموارد الأمنية وما يتعلق بوضع ميزانية وستراتيجية للأمن القومي هذا هو عنوان اللقاء الثاني وأن غالبية حضراتكم يرون زيادة في الانفاق الأمني والعسكري فنحن نخصص هذا اللقاء لتحديد أسس لوضع حيثيات مواءمة الموارد التي نحتاجها فيما يتعلق باستراتيجية وميزانية الأمن القومي وأيضا الإجراءات ذات الصلة وثانيا اختبار الأسليب والمبادئ اللازمة لوضع هذه الميزانية ومواءمة الموارد اللازمة لإستراتيجية الأمن القومي وأيضا كما قلنا فيما يتعلق باستراتيجية الأمن القومي والآن اسمحوا لي أن أقدم لحضراتكم مجموعة المتحدثين فأنا سعيد لدينا ثلاثة من الخبراء المتمكنين على أمن القومي عندنا دكتور ويلين كانت متحدثة في اللقاء الأول وأيضا دكتور فلي تشابيوي ودكتور أميل سيتحدث معنا عن هذا الموضوع كيف يحدث هذا التوائم أيضا للموارد الأمن القومي مع سراتيجية الأمن القومي في أفريقيا وأنا أقول أيضا أن الدكتور ويلين هي خبيرة في الإنفاق العام وخدمت في مناصب مختلفة سواء في بنك التنمية الأفريقي أو في الاحتياط الفدرالي الأمريكي وحصلت على شهادة في دراسات الاجتماعية في جماعة هارفت والتاريخ الأفريقي في جماعة سين جونز وأيضا من جماعة كولومبيا في الاقتصاد أرحب بك يا دكتور ويلين مرة ثانية في هذا اللقاء ونحن السعداء بوجودك معنا مرة ثانية والمتحدث الثاني هي دكتور فلي هي أستاذ مساعد غير متفرق في مركز أفريقيا وهي أيضا معنية بالأمن القومي ونحن سعداء بوجودها معنا أيضا وهي أيضا خبيرة في الأمن القومي وعملت من قبل ذلك في مركز مركز أكا وهو مركز قيادي فيما يتعلق بأمن وغيره أمن وعلاقة الأمن كذلك وأيضا وهي طبعا حقيقة هي إضافة مميزة لوجودها معنا في بنامج حصل على ماجستير في مركز جينيف أيضا ومركز العلوم السياسية في جامعة الحرة ببالين نحن سعداء بوجودك معنا وأخيرا وليس آخرا معنا دكتور إيميل دراجو هو حاليا أستاذ غير متفرغ أستاذ مساعد غير متفرغ في مركز أفريقيا للدراسات الأفريقية وهو معنا منذ عام 2007 وهو يجمع دراسات عديدة عن الأمن الوطني أو القومي في أفريقيا وأيضا معني بهذه الموضوعات ولعب دورا كبيرا حتى في كتاب مسودة العديد منها وله مساهمات عديدة في مركز أفريقيا ولسقل الأمن العسكري في أفريقيا ولديه وأعماله موجودة على موقعنا الإلكتروني وهو رئيس منظمة لأمن المواطن في بوركينا فاسو وهو عضو في اللجنة العلمية التي تعسعى إلى وضع خطة استراتيجية أمن قومي في بوركينا فاسو وهو عضو في المجلس والبرلمان ومجلس التنمية الاقتصادية في بوركينا فاسو وهو معني أيضا وهو في لجنة الأمن والشؤون السياسية هناك وأيضا ودرس في فرنسا سيعطونا أمثلة عملية وخبرات في قضايا موضوع استراتيجية التخطيطية والتنموية الوطنية وكيفية تحديد الموارد دعوني أبدأ الآن بالحوار أولا مع دكتور بيلي بنخذ نظر الاعتبار أن معظم المشاركين يؤمنون بأن هناك احتياج إلى رفع الانفاق الأمني والعسكري والنقاش هنا وكيف يمكن أن نبرر منطقيا فيما إذا كان المصادر من هذا النوع وتكريسها فمن خلال خبرتك في القضايا المالية مع الخبراء ومعظم المستمعين العملية التي يمكن فيها تحديدها للقطاعات المختلفة منها الأمنية أي ما هي الأنصر المهم في الجانب الميزانية التي تحدد عملية تحديد الجانب المالي للقطاع المي فدكتور ولي تفضلي شكرا جزيلا دكتور كولين أنا بالذات مسرورة كي أكون هنا من أجل كي أتحدث إلى المستمعين الرائعين حولك في الترصيف أولويات الميزانية والانفاق المالي خلال هذا الشريحة أأمل أننا سنفهم نقطتين مهمتين جدا للقطاع الأمني عملية الإجراء الميزانية المالية لها طبعا أولا أحب أن أكون واضحا عندما الدكتور كول ذكر أننا سنركز على التخطيط الأمني هو شمل فيها الإجراء أن يكون في قوانين أولا تدعم موضوع وضع الميزانية والسياسات الموضوعة والبروتوكولات الخاصة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية للأشياء القضايا السرية الخاصة والتنفيذ طبعا للميزانية التي هي الإجراء كله من ناحية المشتريات والتقييمات وأخيرا رجوعا إلى التخطيط للفترة اللاحقة بعدها فعندما ننظر إلى العملية الميزانية هناك ناحيتين مهمتين فيها أولها عملية الإجراء الميزانية نفسها إلى أي درجة هذه العملية نفسها تعبئ أو تحرك وتحدد تلك المصادر من ناحية الكفاءة ثم في حالة الموضوع عن الرئيس اليوم نحن يهمنا أيضا أنه القطاع الأمني والعملية الميزانية المالية لها تدمج وتشمل ضمن طيات الميزانية الوطنية الأشمل والأوسع فبمعنى هناك هدفين بصراحة هل المصادر والموارد تحدد بين القطاع الأمني والقواطع الأخرى بطريقة متماشية مع الهدف الرئيسي والاقتصادي والتنموي والصحة العامة للبلد وثانيا هل المصادر الأخرى تحدد حسب الأولويات التي تحدد وتوضع في استراتيجية الأمنية الوطنية الأشمل فهذه الإجراءات كلها في تحديد وتعين المصادر ودمجها والقطع الأمني في ضمن الميزانية الوطنية الشاملة تدار وفق عشر قواعد وطنية مع أننا سنشرح البعض منها لاحقا لكن من المهم أن نفهم مبدأين رئيسيين تدير أول المراحل في تحديد الميزانية الأولية فعندما ننظر إلى المرحلة الأولى هي تحديد الأهداف الأشمل الأوسع الأكبر الكبرى وهذه المرحلة الأولى يجب أن تكون مدارة بشكل دقيق على المستوى المالي حيث كل شيء يجب أن يغطى من ناحية مالية فإذا كان في فجوة إذا كانت عن طريق مثلا موارد أخرى لإزداد تمويلها خاصة إذا كانت فيها متبرعين مثلا موضوع الالتزام التطبيقي هي ما تدير الأهداف الأولوية للقضايا المالية الموجودة في المرحلة الأولى المشروحة هذا المرحلة الأولية بصراحة أيضا يدار من قبل أسس الشمولية كل نشاطة الحكومية يجب أن تكون مشمولة ضمن الميزانية حيث يجب أن لا يكون فيها أي إنفاق خارج صفحات ما هو معلوم وأيضا الموارد المداخل للحكومة كل شيء كل مدخول يجب أن يكون مذكور من ضمنها حتى وزارة المالية والخزانة وما فيها والتي فيها عادة تقارير دائما دائمية التي هي من دورها تحديد وتوزيع الأموال حسب الفعالية أيضا الشمولية الكاملة أيضا تعني أنه كل القواط يجب أن تشمل ليسا فقط القواط المسلحة أو الشرطة وحتى القمارك الطوارئ وحتى النظام القضائي في كثير من البلدان هناك حتى سلطات غير رسمية توفر نواحي أمنية على المستوى المحلي ومن المهم أيضا أن يحدد كفاءاتهم وتحديد أموار خاصة وأموار خاصة لأمر كثير منهم نقش التي تسمى بالمؤسسة الأمنية التي تسمى بالواتنا في بوتسوانا التي هي الدفاع أو الأمن المحلي على المستوى المحلي الأسس العشرة المالية التي تعمل مع بعضها البعض فهي ليست مبدأ واحد وإنما كلها تتفاعل مع بعضها البعض وتدعم بعضها البعض يعني النقطة الضعفة واحد منها ستؤدي إلى مشكلة في سلسلة الحلقات من البنود لكن لدينا أيضا مبدأين آخرين واسعين على كل واحد من المدراء يجب أن يفكر فيه عادة والتي هي الكفاءة والفعالية في الأداء دكتور كول ذكر أنه الكفاءة عندما ذكر القيمة المحصولة من إنفاق أي درهم والكفاءة العملية والأداء عفوا هي أيضا أنه الأداء يحصل أو يجرى بإنفاق معتول وفعالية ومستوى كفاءة الفعالية يعود إلى الغاية المرجوة من كافة أعمالنا نريد دائما أن نكون متأكدين بأن الفعالية المنفذة والمطبقة مع المصادر مصممة وتحدد بطريقة حيث هي تدعم الغاية الأسمى والهدف الأكبر وفيما بعد اليوم تتلقون نسخة من تمرين مبنية على هذا الصفحة أمامكم ما أطلبها منكم أن تفعلوه هي أن تأخذوا في نظر الاعتبار بلدكم كصيغة لها ومؤسساتكم الخاصة ببلدانكم وكيف هم يقومون بما يقومون به ضمن هذه الدائرة والخطوات وما دورهم حسب الوزارة أو الدائرة أو الهيئة وما هي المعلومات الرئيسية التي نحن نحتاج إليها في كافة من المراحب ولماذا أولئك الأطراف واللاعبين ومعلوماتهم مهمة لإنجاز غاية الهدف الأسمى ففي مجموعة النقاش لديكم فرصة كي تغطوا كل واحد من هذه النقاط المرحلية النقاط المهمة التي يجب تذكرها الآن هي أن هناك عملية منظمة جدولية وتوقيت زمن لكل واحد منها وهي مهمة جدا أن القطاع الأمني إجراؤها تقع ضمن نفس الإطار وفق نفس الأسس والمبادئ التي تطبق على كافة القواطع الأخرى في البلد شكرا 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 هي دائما هي دائما يشرع عليها قانون سنوي عليها في الهيئة التشريعية ومنها يحترم كافة الاتفاقات والقرارات بشكل مؤسسات في الحكومة وهذه الميزانية نفسها التي تصدر كل سنة والتي هي من خلالها أيضا تحدد الالتزامات بها والانفياق لكن النقطة الثانية هنا التي يمكن لو تشرح هي أنه لو يمكن أن أعطيهم المستمعين أسس مبادئ عملية يمكن شرحها بشكل بسيط فما هي يعني لو تحددي الأسس من العشرة لو تختاري نماذج لشرحها والإجراء نفسها مثلا الميزانية يجب أن تكون الوسيلة أو الهدف مثلا وكيف هي مهمة للتحديد المرجوع وهل بإمكانك أيضا أن تشرح بعض التحديات على الأسس الموازنة المالية وكيفية كيف أن القطع الأمني خاصة أو له هذه خصوصيات خاصة بها أكيد شكرا على السؤال أكيد هناك تحديات أحد الأسباب التي أريد فيها أن أركز على الأسس هي لأنه لا يوجد قالب ثابت متشابه لكل الحالات خاصة لتحديات الأمنية الموجودة في الدول الأفريقية كل بلد فريد ولهذا من الصعب حتى التحدث عن الممارسات الأفضل لأنهما قد تكون ممارسة جيدة لمالي قد لا تكون ممارسة جيدة لبركينفاسو مع أنهم مجاورين أو قريبين من بعضهم وكأنهم يواجهون نفس المشاكل فلهذا كل بلد يجب أن تطور استراتيجية وطنية خاصة بها وأن يكون لديها ميزانية خاصة بها مع ميزانية مدارة وفق هذه الأسس وتحدثنا عن الشمولية والالتزام بها والشمولية العامة تعني كل العمليات أن تكون مشهولة في الميزانية وأن هناك مصدر كامل عام لكلها الالتزام أن هناك لدينا قيود مالية لا ننفق ولا ننفق الميزانية المحددة لكن المبدأ الآخر هي مثلا التحديدات التي تعني أنه لديك مثلا تحديد لكل من الفعاليات وتنفق حسب التحديدات التي حدد فيها كمبادئة أساسية الزمن الجدولي أي مثلا قد تكون سنوية أو موسمية ثم لدينا الأدقة بحيث أن يكون المعلومات تتسم بالأمينة بالأمانة معذرة وتكون شرعية فصنع سياسات يمكن أن يغير سياساتهم وإذا قاموا بتغيير سياسات لابد أن يشاركوا أيضا في الصياغة الأصلية لهذه السياسات والآن نرى على الشريحة مبادئ وضع الميزانية وأخيرا أود أن أؤكد على ثلاث السيمات التنافسية وماذا نقصد بالتنافسية أن كل قطاع ونشاط ينافس ضد الآخر فوزارة لا تدخل القاع وتقول أنا أعرف أن وزارتي هي أهم وزارة في البلاد وبالتالي أنا سأخذ معظم الموارد والمصادر لا كل وزير لابد أن يقدم استخدام جيد للموارد والمصادر التي يحتاج إليها وأخيرا لكي نقوم بتقييم الأداء لابد أن يكون لدينا الشفافية وهذا دور والمسؤولية تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح وأيضا لابد أن تكون متاحة للجميع ولا أقصد بذلك أن أنا يمكن أن أدخل على جهاز كمبيوتر وأرى الوثائق وإنما أعني أني يمكن أن أفهم هذه الوثائق وفي العديد من البلدان تكون على الأقل لديها ميزانية متاحة لكل مواطن بحيث أنها تكون بشكل واضح وفيها الحقائق التي يحتاج إلى أن يقيمها كل مواطن بالنسبة الميزانية والسماء الأخير المساءلة بمعنى الميزانية لابد التصويت عليها والموافقة عليها من قبل الجهات المسؤولة قبل تنفيذ الميزانية وهذه المبادئ المتعلقة بالميزانية وضعت منذ العديد من السنوات ونقشت أيضا في عملية وفقا لورقة أيضا قدمها الزملاء منذ عشرين عاما ولكن هناك هناك بعض الأفكار الجديدة متعلقة بالميزانية ويمكن أن نناقشها الآن وأن نفكر في مثل هذه الأفكار الجديدة التي تكون متعلقة بالورقة التي أأمل أن حضراتكم تقرأونها وهذه الورقة توضح مقاربات جديدة البعد البيئي مثلا عندما نتحدث عن ميزانية وتحديد أيضا النوع الاجتماعي ولكن هنا نناقش أيضا ما يسمى بمفهوم الميزانية التشاركية والميزانية تكون ذات صلة بالمواطن وأنا أؤمن أن بعض حضراتكم يأتي من بلدان التي لديها أو وضعت أو في مرحلة وضع استراتيجية أمن قومي وآخرين لم يبدأوا هذه العملية بعد ولكن شاركوا في ورشة العمل المعنية باستراتيجية الأمن القومي في بداية هذا العام وزميلي دكتور شبي ستحدث دكتور شبي ستحدث عن هذا الموضوع ومن ضمن الأشياء المهمة بالنسبة بالنسبة لي في هذه ورشة العمل أنا نستكشف الطرق التي يمكن للمواطن أن يشارك في صياغة الاستراتيجية وتساعد المخاططين لتحديد أولا التهديدات وتعريف الأمن ووضع أولويات ترتيب للأولويات وهذا من منظور المواطن وهذا يمكن البلد أن يطرح الأسئلة أمن من أمن الدولة هنا أم أمن المواطن وبمشاركة المواطنين هنا يكون هناك فهم أفضل عن ما هو أمن المواطن ودكتور إيباك قال أن أمن المواطن يتعدى أعمالية المسائلة فقط وإنما يجب أن يكونوا منخرطين في التطبيق والتقييم باستطلاعات للرأية لقياس مدى رضا المواطنين حول هذا الموضوع المتعلق بالإنفاق في الميزانية وفي بعض الحالات مشاركة المواطن تشمل أيضا هذا أن يكون هناك ملخص للميزانية وسجل للأداء لتقييم مؤشرات الأداء الأساسية فمشاركة المواطن في وضع استراتيجية الميزانية تزيد من فعلية وكفاءة عمليات أي حكومة وأود أن أقول أيضا هنا وبالرغم أن مفهوم المشاركة هنا قد تتمكن الحكومة من السيطرة عليه فإن آخر مؤشر أو دليل إبراهيم لحوكمة للحوكمة في أفريقيا أن أفريقيا في الدراسة الأخيرة التي عقدت في عام 2019 كان هناك انخفاض في الأداء الأمني وسيادة القانون وانخفاض أيضا في مشاركة في مشاركة الواطن وبالتالي الحكومات في هذه الحالة لا تأخذ بهذه الأداء الحيوية عندما نتحدث على إدارة أو الحوكمة في بلدانهم فبالتالي نحن نحث على هذا المفهوم المفهوم المشاركة ليس فقط في سياغة استراتيجية الأمن القومي ونما أيضا في سياغة وتطبيق الميزانية بحيث أن كلاهما يتواءم مع بعضهما البعض شكرا لك دكتور ويلين على التحدث على العشرة المبادئ هذه وهذه الدائرة وأقول للمشاركين هذه المعلومات متاحة أيضا في بعض مطبوعات البنك الدولي وهي مفيدة أن نرى أيضا بعض هذه المبادئ والتحديات وأأمل أن في نهاية هذا اللقاء أن نتحدث عن أو نبقى على هذا الحديث حول هذه المبادئ وتوائم مصادر أو موارد الأمن أو موارد المتاحة للأمن مع استراتيجية الأمن القومي ولابد أنت كقطاع لا فقط أن تقدم أسبابك ليس فقط لوزارة المالية ونما أيضا للمواطنين عن أسباب ما هو تبرر وتقنع الآخرين والقطاعات الأخرى وأن تقدم قضيتك هنا فيما يتعلق بالأمن القومي والموارد الحاجة وقد يكون السؤال الأخير هنا يقول دكتور لوكا السؤال الأخير سنتحدث أيضا عن التحديات وسنتحدث عن فكرة أيضا التحديات في تطبيق هذه المبادئ في قطاع الأمن بشكل أو بآخر واسمحوا لي أن أنتقل إلى السؤال الأخير أيضا هنا ألا وهو السؤال السؤال الآخر ما هي دروس المستفادة من أجل ما هي دروس المستفادة الأساسية وأفضل ممارسات لعملية الميزانية لتأكيد تخطيط فعال وموائمة الموارد اللازمة لقطاع الأمن وأيضا وقد نتحدث عن بعض التحديات التي نواجهها في تطبيق هذه المبادئ نعم الدكتورة ولين تتحدث تقول نحن نتعلم أيضا من تجارب وخبرات المشاركين هنا لقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أننا تعلمنا بعض الدروس من جمهورية أفريقيا الوسطى وذكرنا أيضا التحديات التي وجهتها ليبيريا فيما يتعلق بالنحية الإشرافية فإن قطاع الأمن هو فريد من حيث مستوى تعقيد هذا القطاع والأصول التي تشترى الأسلحة ونظم الأسلحة التي تشترى وحجم إدارة المالية التي تحتاج إلى مستوى من المهارات لتقييمها فوجدنا في كثير من البلدان وأقول أن هذا أيضا ينطبق على أمريكا أن أعضاء الكونغرس أو المشارعين يحتاجوا إلى تدريب إضافي لقيام بأعمالهم للإشراف على القطاع الأمني وهنا أود أن أنتقل إلى قضية مختلفة تماما تجربة نايجر وهي ذكرت في الكتاب عن القطاع الأمني والتطور الأمني من قبل البنك الدولي ولكن كان هناك ورقة طبعت أو نشرت في شهر سبع من البنك الدولي التي تتطرق إلى مسائل الأداء ومراجعة الإنفاق العام في نايجر وكان هناك ورقة أيضا قدمت من قبل معهد السلام الأمريكي منذ عدة أشهر عن هذه التحديات التي تواجهها دولة النيجر فدولة النيجر يمكن أن نسميها هذه الحالة حالة صعبة حيث أنها تمثل بلدا وضحت أهدافها على صعيد التنمية وهي في مرحلة تحديد أهدافها لقطاع الأمن ولكن التحديات كبيرة والموارد من ناحية أخرى محدودة وبالتالي ما رأيناه يحدث هناك هو أن بلد ينمو وحقيقة يجب أن أذكر أيضا هنا أن الرئيس السابق فاذ بجائزة من منظمة إبراهيم موء إبراهيم لأن بلاده كانت تحقق تقدما في تخطي الفقر وتخفيض الفقر من 48% من السكان إلى نسبة أقل لحد من الفقر وأيضا ولكن نتيجة تحديات أخرى مثل الجائحة هدى إلى وضع أسوأ حقيقة والحكومة قررت أن تستمر في إصلاح المال كل والحكومة هذه على مدى عشر سنوات أخيرة وجهت انتباهها لزيادة انتباهها للميزانية وكيفية إدارة الأمور المالية لديها وصلوا إلى قرار صعب أن الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من الحصول على مزيد من الموارد لديهم قيمة أكبر من الموارد المتاحة فالحكومة بدأت هذا البرنامج لزيادة عوائد الضرائب واستخدام ما لديهم بشكل أفضل بحيث يمكن في النهاية أن يفو بأهدافهم إذن هذا اسلوب واقعي نعم نعم شكرا لك دكتور ولين على هذا ويمكن أن نناقش هذا بشكل أكثر تفصيلا للمشاركين إذا كان لديكم أي أسئلة يمكن كتابتها في خانة الدردشة وأعرف أن الوقت لدينا محدود وحقيقة وبناء على خبراتكم العملية على صعيد القارة هل هل يمكن أن تشاركوا معنا حيثيات استراتيجيات الأمن القومي وكيفية وضعها وبالتالي أقدر دكتور فيرلي أعطيك الكلمة الآن شكرا دكتور لوكا جميل أننا كنا معكم اليوم نعم تطوير الاستراتيجية الأمنية الوطنية لها فاية واحدة هي القرار على ما ستفعله وكيف ستفعله عندما يأتي إلى الأمن البطني وهذا لديها مكونين وجانب القراري والسياسي وجانب الاستراتيجي دعنا نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية نعني بكلهما السياسة وهذا تعني أنك تعرف ما ستفعل ولديك أهداف وعندك الاستراتيجية من أجل تنفيذ هذه الغايات وعندما تتحدث عن المصادر وعدة الأدوات التصميم ولدينا يعني دورات في الماضي عملناها والجانب العملي وتطبيقي ولدينا خبرات متجمع عندما نتحدث عن الـ هذا ما نقصده ما نقصده أنه أيضا من جانب السياسي أنه هي وضع الأهداف الكبرى على المستوى الوطني الشامل ما هي الغاية ماذا تريد أن تنجز والستاتيجية الوطنية الأمنية هذا تتكون من عمليات عمليات وضع الرؤية واضح وثابت عن طريق السرد وتوضيح القيم وتعريفات ما تعنيه الأمن في المعنى الوطني مثل ما قال دكتور جونسون أنه كل دولة فريدة أي هناك تأثيرات مختلفة والقيم والتعريفات لموضوع الأمن لأي بلد وهذا يجب أن تناقش وأن توضح وأن تكتب كي تغذي هذه الأهداف العامة وهذا مهم جدا ومربوط بقضايا جانب التطبيق المال لأنه لا يمكن أن تكون تعطي تبرير واضح لإنفاقات معينة إن لم تكن تعرف ما هي الغاية الواضحة فلهذا الجانب السياسي الأولي مهم جدا وهذا أيضا مربوط بفكرة كيفية تطوير سياسة معينة بمرورها بعملية مطولة شاملة فكرة أنها مسؤولية الدولة ومسؤولية القطاع الأمني للتوفير الأمن للبلد وشعبها فسلامة المواطن والشعب هي الغاية الجوهرية فجانب استراتيجي الآن هي تعرف ما تريد أن تفعله وضع لك أهداف لكن كيف ستفعلها لديك أولويات معينة مثلا بالإضافة إلى الأهداف العامة فجانب الأمني دائما شيء ملح ولها أولوية قوية وقد ترى بأنها هي أهم شيء لكن هذا لا تعني أنه لديك القدرة أو حتى المصادر للاستجابة لكل تهديد وقد ترى فعليك أن تضع أولويات في استراتيجية أمنية وطنية تتحول يجب أن تتحول إلى وثيقة عملية تخطيطية تنفيذية فعلية تشمل الأولويات واتخاذات القرارات الصعبة هناك عدة وأدوات للستراتيجية الوطنية مثلا التقليمات تقليمات المخاطر وتحليل المخاطر وأيضا التفتش والمراجعة الأمنية التي يجب أن تجرى حيث ما هي قدراتنا الآنية يعني فحص والتماع ذاتي وهذه مصممة وقادرة على الاستجابة للتهديدات التي هي شريحت وحددت في السياسة الأولى وهذا أيضا تدخلنا إلى موضوع المراجعات المالية العامة فعندما ننظر إلى المصادر والإدارة الوطنية وتحديدها أنصر مهم فيما إذا القطاع الأمني مصمم بطريقة جيدة للاستجابة للتهديدات التي عرفت بها فالعملية العامة للاستراتيجية والقيام بها من المهم أن أتذكر أيضا أنه وثيقة مكتوبة ستكون نتيجة عملية إجرائية أولية للاستراتيجية الوطنية لكن العملية نفسها هي ما يهمكم خاصة هذا مهم إلى حد أنها أن تكون شاملة وفيها تشاركية وشمولية وهذا لها معنى أي بمعنى أنه من جانب أن تشمل كل الجوانب الأمنية لا تركز على دفاع والشرطة والأمن وأنما كافة النواحي الأمنية كأمن وطني الشرطة القضاء الحدود المخابرات العامة كل القواطع الأمن يجب أن تكون شاملة في الموضوع مشمولة في الموضوع وتشمل أيضا جانب الإدارية تنفيذية منها الإدارة والمراقبة والإشراف وهذا إذن تشمل الجانب المالي اللي هم أنصر مهم في اتخاذ القرارات في تحديد المصادر والموارد ما موجود وكيف يمكن إنفاقها لكن أيضا لها معنى أوسع من ناحية شمل الجانب التنفيذي البرلمان المجتمع المدني حتى الإعلام كدور استشاري ودعم للعملية هذا قد تكون شيء غير رائج أو غير معروف لبلدان معينة حيث كثيرا ما لبلدان كثيرة موضوع عن هذه النوع من الميزانية تحفظ كموضوع أمني سري خاص بعيد عن عيون الجميع فبهذا الأسلوب يعني يغيب عنك الكثير من الصوت العام لكافة الأطراف كل ما تكون أشمل تكون تقييم واقعية أكثر لكافة المخاطر وتكون عادة تكون فيها شرعية أقوى وتكاملية وتكون أداة أحسن للتخطيط عندما تشمل الجميع وتدعها شفاف إلى حد ما فالتخطيط مهم جدا شكرا أعرف أن الوقت ضيق علينا وكان علينا أن نسرع قليلا ونحب أن نتحدث بإسهاب أكثر على الجوانب الاستراتيجية الوطنية وهذا سؤال كبير أنا توصيتي لكم أن تنظروا إلى هذا النقطة فلربما دكتور فالي إذا بالإمكان أن تشاطري نعم من جانب أن نكون لديك استراتيجية لا أبعث لكن ما هي بعض التحديات الجوهرية في تطوير الاستراتيجية الأمنية الوطنية وأن تكون هذه الوثيقة وثيقة شاملة جامعة لأطراف متعددة وكم هي مهمة هذا في موضوع تحديد المصادر والموارد تفضلي شكرا شكرا أسو نعم أعتقد هذه نفس الشريحة التي رأيتمها قبل قليل والغاية منها مقام ودور الـ مع الدائرة الأوسع للأوليات الوطنية وداخلها التخطيط الأمن الوطني والاستراتيجيات الأمنية الوطنية وتطويرها هي العجلة الدائرية الوسطية التي هي مركز كل شيء التي هي كيف ستفعله وما ستفعله وكيف ستستعمله فالمساعدة الأولية للسياسة والإجراء تغذي العملية التطبيقية وهذا يعود بنا إلى مرحلة مراجعة وعادة تقييم وهذا مهم جدا للتخطيط طبعاً والسلوب الاستشاري الشامل مهم جداً لتأمين أن العالم الحقيقي التي فيها التحديات الفعلية التي نحاول أن نستهدفها أن تكون قادرة إذا تحديد المصادر مبنية على سياسة في استراتيجية الوطنية والأجراء العامة التي فيها تطور فيها السياسة العامة كما قلت دكتور لوكا في البداية دائماً هناك سياسة واحد مع شخص ما قرر لكن إن لم تكن مكتوبة بشكل واضح لغوياً وأن تكون مبنية على وجهات نظر مختلفة فلا يمكن أن تكون صالحة لإجراء عملية جيدة فلنظرنا إلى شريحة الثانية مثلاً نرى شكراً نرى إنه السياسة التي غير مصاغب كتابياً لا يمكن مراجعتها لا يمكن أن يرأيها بأنها قابلة للمراجعة أو حتى التنقيح أو حتى المحاسبة وغير مفيدة للتغطيط فهناك أساليب مختلفة حيث كل مكونات الـ أسد كلها يعني مربوطة بالقضايا المالية لكن هي عملية ليست سهلة بصراحة من أكبر التحديات هي السرية والأمن المعلومات هذه وأن عادة بعض القليلين من الناس يجب أن يكونوا ضمن القرار فيها ومن يتصرف بالمال هنا هذا يجعل العملية أكثر وتحدياً في وضع الأولويات في موضوع الكفاءات في القدرات والشمولية حيث معلومات معتمدة مهمة أيضاً وتحدي آخر من ناحية الاستراتيجية والقرارات السياسة والمصادر وإدارتها إننا كثيراً ما نخطئ بأن المال الأكثر الفلوس الأكثر أحسن هذا ليس صحيحاً أحد الطرق في التفكير في هذا إنه مثلاً قطاع أمني قليلة الكفاءة أو منخفضة في المهنية لا يمكن أن توفر الأمن مثل الدلو أو السطل التي فيها ثقب ليس مهم كم تكب فيها من الماء مدام فيها ثقب يكون فيها تصرب وهذا نفس الشيء في القطاع الأمني الكفاءة في الأعمال مثلاً جيش أو أي قطاع أمني قادرة على أن تعمل بشكل مهني ضمن حدود ميزانيتها ضمن الميزانية الأكبر للدولة هذه علامة الكفاءة جيدة ومهنية عالية وأيضاً تحدي آخر هي التدخل السياسي أيضاً كثيراً ما أنه كما تعلمون أنه القطاع الأمني والإساءة تستعمالها دائماً كانت أدات بيد السلطات السياسية السيطرة على الجانب المالي والمصادر أيضاً هي نوع من الإساءة في التلاعب بالصلاحيات الإدارة السيئة للإدارات والإدارة الغير صالحة لهذه النواحي تزيد من هذا النوع من الخلل السياسي والفساد المتفشي في أي جانب أمني عام وفكرة أنه لسبب ما القطاع الأمني وبالذات الجيش مثلاً يجب أن لا تكون خاضعة لنفس القواعد والمحاسبة والمعايير الإيمالية على حساب القواطع الثانية التي تحاسب هذا النوع من الخصوصية في التعاملهم مبنية على إما سياسة أو تاريخ هذا أيضاً إشكال كبير جداً في تعميق هذه الشرخات والمشاكل نرى في التاريخ كثيراً أنه كثير من البلدان حتى في أفريقيا مثلاً حتى في البداية سمعنا أنه بلد واحد أفريقي قدمت ميزانيتها المالية للأمم المتحدة ونعرف أنه الانفاق العسكري عبر القرى الأفريقية عالية تناسباً مع بقية الموازين القواطع الأخرى لكن ماذا كانت النتيجة منها؟ هلو نعلك أم من أكثر؟ فموضوع الجودة فيما يتم القيام به مربوطة جداً بشكل جوهري إلى استراتيجية وطنية أمنية مصاغة بشكل دقيق وشامل في تصميمها وتركيبها أتمنى أن تكون كان كلامي في ضمن خمس دقائق شكراً أكيد سيكون لدينا كلام أكثر وأطول لاحقاً دكتور أميل آخر سؤال لك باستماعك إلى ما قلناه لحد الآن لحد الآن واعتماداً على ممارستك العامة والكثير أنه من لديك الخبرة طويلة في توثيق الكثير هل يمكن أن تفتح شيء من خبرتك؟ ما هي الصيغة الحالية للجوانب الاستراتيجية في دولة أفريقية أو النقص فيها ولماذا تعتقد أنت أنه التطوير جانب الشامل تزيد من الوعي حول هذا الموضوع فلو أغطيتها في سبع دقائق نكون ممنونين لك تفضل سيدي تفضل دكتور أميل شكراً دكتور لوكا أأمل أنكم تسمعونني بشكل واضح أنا أتحدث من مكتبي من منتدى دكار عفوا لمن والسلام سأتحدث باللغة الفرنسية شكراً دكتور لوكا شكراً لدكتور فيرلي ودكتور ويلن شكراً لدكتور وضعتم أرضية جيدة لإجابة على السؤال أول ما بدأنا تحدثنا عن مقام موضوع موضوع التراتيجية الأمنية الوطنية في أفريقيا وكيف وكيف إنها مربوطة ومنسوبة إلى الأمن الوطني العام فعلينا أن نضع أسس كيفية تحديد أسسها أولاً بشكل سريع سأحاول الإجابة على السؤال وعلينا أن نقدم أفكار سريعة أو كثيرة سريعة لأنك نجب أن ندخل ونقص في لب الموضوع أولاً كان في قدم الدكتور جويل عندما تحدث عن المؤسسات الأمنية في أفريقيا وهي أحد توصياتكم التي أعطيتم مونا إياه وهي موضوع المركزية السراتيجية الأمنية الوطنية فتحدثوا عن تطورها مع الزمن في أفريقيا مع التاريخ وكما تعلم أنه هي مليئة بإصراءات حيث أن التهديدات عديدة القرصانة تهديدات بحرية التطرف العنيف إتجار بالبشر وزادت من هذه التهديدات التغيرات الديمغرافية وحركات الهجرة وهذا يؤثر على ميزانية القطاع الأمني بكل تأكيد وعلى الأرض ما يحدث أيضاً فإن المركز الأفريقي أو مركز أفريقيا كان يسعى أو قام بدراسة في عام 2018 عشر دول في أفريقيا من فوركينفاسو والسنغال وجنوب أفريقيا وغيرها وهذه الدراسة دراسة الحالة هي من الوثائق المتاحة لنا هذه الدراسة أظهرت أن العديد من الدول ليس لديهم استراتيجية أمن قومي مكتوبة والعديد من الدول لديها وثائق محدودة هنا فلديهم سياسات دفاعية ولكن ليست وثيقة تتعامل مع التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية واليوم أصبحنا نواجه تهديدات عابرة للحدود الوطنية وهذه الوثائق قد لا تكون مترابطة على الصعيد القطاعات المختلفة من ناحية والاستراتيجية الوطنية من ناحية أخرى وهذا يأتي بمشكلة أساسية فأولا لا يوجد رؤية للأمن العالمي منذ استخلال البلدان فهناك نقص في الترابط في هذه النقطة فلا يوجد مقاربات أمنية هنا التي تأتي من الدولة والتي تركز على شعبها وإنها تركز على الدولة نفسها وثم عندما ننظر في استراتيجيات دفاعية هي لا تتحدث حقيقة عن أمن البشري أو أمن الفرد والجماهير أو الشعوب وهي لم تشارك في كتابة هذه الاستراتيجيات ولهذا نرى اليوم ولهذا نرى أو نعمل اليوم على وضع استراتيجيات للأمن القومي محاولين أن ننهي هذه التناقضات وبحيث تكون مترابطة ومتوائمة على صعيد الاستراتيجيات الوطنية فأنا ما ننظر في النيجير نشر استراتيجية للأمن القومي وكثير من الدول قررت أيضا أن تأخذ هذه المقاربة لكي يكون لديهم استراتيجية أكثر شمولية لمواجهة تحدياتها الأمنية إذن أعود إلى النقطة الأولى وبالسرعة وهذه كانت إجاباتي لنقطة الأولى أما بالنسبة لنقطة ثانية كيف نتأكد أن استراتيجية الأمن القومي يتم وضعها بشكل شفاف وشمولي وهنا ودع نناقش كما ذكرت زميلتي وفيما يتعلق بوضع الأولويات لابد أن نقارن ما يحدث في دول مختلفة وكما ذكرت الدكتورة ويليم أن قطاع الأمني يحصل على نصيب الأسد في الميزانية العامة وكثير من الدرسات أظهرت أن القطاع الأمني هو لديه نوع من الحاحية هنا ولدينا كان لدينا منتدى في نيجيريا ورئيس محمد رئيس محمد تحدث عن هذا السؤال ومعذرة في نيجير وقالوا أن نيجير أخذت كما ذكرت دكتورة ويليم أن نيجير أتخذت العديد من الخطوات حيث كانت تركيز ميزانيتهم في مرحلة ما على قطاع الأمني ولكن بالأمس رئيس نيجير قال أن ميزانية المخصصة للأمن هي 17% فقط من الميزانية العامة والرئيس باسو رئيس نيجير ورئيس ناكسال يناصرها هذه مسألة أن هذه الإنفاقات يجب أن لا تتخطى نسبة معينة وإن الأزمة الأمنية التي تواجهها الدولة وفيما يتعلق بإنفاق الإنفاقات في الميزانية العامة أنا سعيد أن أقول هنا أن رئيس ناكسال بالأمس أظهر لنا أن السنغال هي مذالة الحالة الاستثنائية حيث أنها دولة وحيدة في غرب أفريقيا حيث أن ميزانيتها للتعليم والصحة أعلى من المخصصة للدفاع بنسبة 25% وهذا شيء غير عادي ولم يفعل أحد هذا في أفريقيا وبالرغم من ذلك فإن ميزانيات الدفاع والأمن تواجه تحديات ومشاكل عديدة فلابد أن وكما ذكرت الدكتورة ويلن أن نعود إلى مبادئ مفهوم الميزانية الجيدة ومنحية الإدارية فإن الدفاع والأمن في العديد من الدول الأفريقية تتعامل خارج القانون وأنا أؤمن أن الدكتور ويلن تحدثت عنها أن يكون هناك انضباطا في هذه العملية فوزارة المالية أو الخزانة ووزارة الدفاع والأمن يبدأ أن يتأكدوا أن القوات الأمنية في أفريقيا يلعب دورا مهما فوزارة ووزارة المالية ورئيس من ناحية أخرى وهو رئيس القوات المسلحة وجميع المؤسسات لابد أن تكون منخارطة مع وزارة المالية ومن المهم أيضا أن نرى نقاط القوة والضعف لعملية الإشراف والرصد على هذه المصروفات أو الإنفاق لماذا هي كلها سرية ومصنفة معلومات سرية ولابد أن نفكر اليوم في أفريقيا وفي غرب أفريقيا تحديدا وفي فرانكفون أفريقيا أن القوات الأمنية لديها دورا كبيرا فيما تعلق باستراتيجية الأمن القام ولكن حاليا تبنى مخصصات كيف يتم تخصيصها بشكل أفضل ويخطط لها بشكل أفضل وإذا ينفذ هذا بوجود رؤية وأهداف فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لا يتم الإشراف على هذه الأمور بالشكل الصحيح وفي مالي على سبيل المثال كان هناك 2 مليار من الدولارات الأمريكية خصصة لاستخدام العسكري والأمني وفي بلدان أخرى وهذه مبالغ كبيرة من الأموال ولابد أن يكون هناك آليات متاحة للإشراف عليها عن كيفية استخدام هذه الأموال وكما ذكرت الدكتورة فالي أيضا نحتاج إلى استراتيجية للأمن القومي التي تسمح لنا أن نضع ميزانية بالشكل الصحيح وبأهداف واضحة وفي الختام أقول أنه في سياق أبحاث المعنية بالمخصصات اللازمة لإستراتيجية الأمن القومي والأمنية هي أساسية لتحسين المخصصات والأموال المستخدمة وفي استراتيجية الأمن القومي فإن الموارد والمصادر المخصصة كيفية استخدام بشكل أفضل لمحاربة التهديدات التي يواجهه أي بلد وشكرا شكرا شكرا لك دكتور أميل وأعتذر عن تخصيص وقت بسيط لك ولكن كما ذكر دكتور أميل هناك دراسة حالة ويمكن النظر في دراسة الحالة أيضا في بوركينفاسو والمتاحة أنا أريد فقط أيضا نعود إلى نقطة التي أثارها الدكتور أن الاتحاد الأفريقي ملتزما في مطالبة الدول العضاء بوضع استراتيجيات الأمن القومي تكون شمولية وتشاركية مع مواطنيها ترجمة نانسي قنقر